السلام عليكم ورحمة الله طلاب أشرح لكم الفصل السادس لي يقول ما هي أهمية المركبات العضوية شين أهمية المركبات العضوية ليحجي عن المركبات العضوية الفصل السادس فتقول لكم أصناف المواد الغذائية الرئيسية للإنسان والحيوان هي البروتينات والكاربوهيدرات والزيوت والشحوم والنباتية والحيوانية كثير من المنتجات الطبيعية والصناعية كالقطن والصوف وغيرها أصناف الوقود مثل النفط والغاز الطبيعي والخشب العقاقير الطبية وكذلك الفيتامينات والهرمونات والأنزيمات طلاب يعني حاول تقتصر مثلا ما هي أهمية المركبات العضوية يحفظ لك يعني مو كل النقطة لأن صعبة تنساها وانت تطالب خارجي أول مرة تجي تشوف الكيميا طبعا ما أحكي عن كل يعني أحكي عن اللي أكو طلاب حقيقة المقارن الكيميا اللي هسب المراجعة أول شي تقدر تقول لك كل أصناف المواد الغذائية كثير منتجات الطبيعية والصناعية أصناف الوقود العقاقير الطبية هيش تعددهم لا تعدد كل النقطة هذا السؤال طلاب شوي ينتبه لعليه كيف تثبت برهن على وجود الكاربون في المركبات العضوية شوي مهم هذا طلاب عند حرق كمية من السكر وهي مادة عضوية في أنبوبة اختبار نلاحظ تخلف مادة سوداء هي الكاربون طلاب يعني شنو تحرق شوية من الشكر بأنبوبة اختبار راح يصير الشكر أسود أوكي وهذا الشي السواد هو الكاربون يعني به الصورة هذي هذي فهمية طلاب دا فهمك إياها حرق السكر في أنبوبة اختبار أنبوبة اختبار شايفيها شوني غلاس هذا الطويل عند حرق كمية من السكر في أنبوبة اختبار يتخلف مادة سوداء وهي الكاربون هيش تختصرها طلاب ما هي أهم المميزات للمركبات العضوية هذا السؤال وزاري 2013 دور أول و2019 تمهيدي خلي بالك علي يا طلاب هذا السؤال ما هي الصفات العامة من مميزات المركبات العضوية شنو مميزات المركبات العضوية؟ كل المركبات العضوية تحتوي على الكاربون في تركيبها الحد هنا يا طلاب كل مركبات العضوية شبيهها بها كاربون غالبا ما ترتبط الضرات في المركبات العضوية بأواصل تساهمية تجعلها تتفاعل بشكل بطير قلنا أول شيء كل مركبات العضوية تحتوي على الكاربون في تركيبها غالبا ما ترتبط الضرات في المركبات العضوية بأواصل تساهمية تجعلها تتفاعل ببطء الكثير من المركبات العضوية لا تذو في الماء ولكنها تذو في بعض السوائل العضوية كالكحول كالكحول الحد لهنايا كالكحول وفادي فانتلافة مهم ما تحاول يعني تقراهن سهلات كل مركبات العضوية تحتوي على الكاربون تحتوي على واصل تساهمية لا تذو في المركبات في الماء لكنها تذو في المركبات العضوية شوي طلاب أقرب بشكل واسع يعني خلي يعني حفظك فهمي مو حفظ درخ هذا السؤال طلاب شوية مهم يقول لك أعطي مثال لكل ما يأتي مركب عضوي حلقي ثلاث الشكل هو البروبان الحلقي مركب عضوي سلسلة متفرعة إيزو بيوتان مركب عضوي حلقي خماس الشكل بنتان حلقي مركب عضوي بأسرة ساهمية ثلاثية استيلين مركب عضوي يحتوي على أكسجين هو كحول الأثيل وهذه الرسومات راح أشرحها لكم طلاب وهذا النهامات أشرحها لكم فيديو منفصل طلاب عرف الهيدرو كاربونات هذا السؤال الطلاب ما يجاوبونه رغم كلش سهل من اسمها هيدرو يعني هيدروجين كاربونات يعني كاربون هيدرو كاربونات يعني هيدروجين وكاربون هي مركبات تتكون من الكاربون والهيدروجين هيدرو كاربون كاربونات من اسمها طلاب مركبات تتكون من الكاربون والهيدروجين فقط وهي على نوعين مشبع وغير مشبع تقدر هنا طلاب i bombard تحتها وتتكون الكاربون وهيدروجين فقط. لهنا هذا التعريف مالتك شوف عليه خمس درجات. هو منين تعرف هذا التعريف ليش يجيونه بالوزارة اللي نقول لك طالب الريجين ساعده سهل. بس اكو طلاب جوني قال الاستاذ والله ما عرفنا. ورغم انه هاني قال الا يابع هو هيدرو هيدروجين. كاربون نات يعني كاربون. بعض الله تيمكم طلاب شون تحفظونا? هاي هذا هنا ايه. وضح مع الرسم جهاز وكتاب معادل الكيمياء المتواضعة طريقة تحضير غاز الميثان في المختبر. طلاب هذا يعني شون اشرح لكم اياه? ما اعرف. لانه هذا مهم. الرسومات ثلاثة. ميثان واليثان والألاف وميثان والأثلين والأستيلين ثلاثة مهمات. ما راح اشرح طلاب هذا عليكم حفظ. ومعادلات طلاب ورسومات مالتك. قارم بين الغاز الميثان وغاز오 السلين والأستيلين.شوف طلاب او ما يجيب لكها تلاثة. بس انا كتبت ثلاثة حتى تحفظها وكيفك انت شون شون يصنفنا هذا ee department. يا اما مرات يقول لك بين ميثان وغاز الذي يقولك مرات يقول لك غاز الأثلين والأستيلين مرات يقول لك الميثان والأستيلين معك. بكيفة يفر السؤال لذلك لازم نحفظا ثلاثة غاز الميثان وعديم اللون والرائحة غاز الاثلين عديم اللون غاز الاثلين عديم اللون ذراحة كريهة وطلاب هو يعني قدامكم السؤال هذا مهم مهم جدا آخر السؤال بالمرشحات كيف يمكن التمييز بين ميثان والاثلين مع كتابة المعادلة اللفظية وزارة الفين واثناش والفين واربعتاش والفين وخمسطاعش والفين وثمانطاعش فبعد بكيفك طلاب شون تحفظياتي تعوفها ما ادري كيفك بس هو مهم يمكن التمييز باستخدام ماء البروم الاحمر حيث يتفاعل مع الاثلين بسهولة لكنه لا يتفاعل ميثان مع الميثان كما في المعادلة العاتية يعني يجيبون ماء البروم الاحمر الميثان يتفاعلوا اياه والعفو الاثلين يتفاعلوا اياه بس الميثان ما يتفاعل بس تقول ليابا الميثان يتفاعل مع ماء البروم الاحمر والميثان ما يتفاعل يوم مع البروم الاحمر وانو هاي المعادلة اقبعوا عليها اثلين زائد ماء البروم الاحمر يختفي اللون الاحمر احيتفاعل فيختفي اللون الاحمر ميثان زائد ماء البروم الاحمر لا يختفي لا ما يتفاعل فما يختفي ان شاء الله قدرت اوفي لكم الشرح بس الرسومات طلاب عليكم حاولوا تحفظوها يوم مع السلامة